اهلا ومرحبا بكم مشاهدين العزاء وحلقة جديدة من برنامج صباح المتنبي والتي سنلتقي فيها بمجموعة من رواس شارع المتنبي كما سنصلط الضوء على مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تجرى في هذا الشارع شارع الثقافة أحبتي المشاهدين نلتقي بالأستاذ مخلف الشرعدة أهلا ومرحبا بك أستاذ مخلف أهلا وسهلا شكرا جزيلا وأهلا ومرحبا بك وأشكر قناة المدى التي اعتاحت لي هذه الفنصة للتحدث عن موضوع قد يكون جديدا على الفكر العراقي والشارع العراقي العلي أستاذ مخلف ماذا يمثل لك شارع المتنبي شارع المتنبي كما وصفه الكثير قبلي هو المتنفس الوحيد والرئيسي للمثقف العراقي والعديب والكاثب والباحث والروائي وكل من يسير في طريق الثقافة والعلم وهذه الميادين هل لا نستطيع أن نعتبر شارع المتنبي أحد المصادر المهمة لرواد العلم وطالبي المعرفة بالتأكيد وأنا كتبت في أحد مواضيع التي كتبتها ونشرتها تمنيت أن يكون شارع المتنبي هو الجامعة الأهلية الرئيسية الكبرى التي تحتضن جميع الكفاءات والنخب الثقافية والعلمية والأدبية والروائية نعم أستاذ مخلف أنت صاحب نظرية اللواقعية العلمية حدثنا عن هذه النظرية نعم نظرية اللواقعية العلمية هي فكر جديد هذا الفكر جديد أقول جديد وبالفعل هو جديد لم يتطرق إليه أحد نظرية اللواقعية العلمية فكر جديد يستند على مجموعة براهين رياضية أي اعتمد على الرياضيات وعلى العلم فهو فكر جديد يستند على مجموعة براهين رياضية هذه البراهين الرياضية وهذا العلم يعالج الجانب الواقعي من النشاط المعرفي النظري والعملي للإنسان أتتعرف أنه الإنسان يعيش في واقع وهذا الواقع هو جزء من الوجود ولكن ليس الواقع هو الجزء الوحيد من الوجود هناك أيضا جزء آخر يسمى اللواقع قد غاب عن الإنسان هذا الغياب له تأثير أيضا على المعرفة البشرية ولذلك هذه النظرية تدعو إلى الاهتمام باللاواقع للاستفادة منه في الواقع فإذن هي نظرية علمية تستند على مجموعة براهين رياضية تعالج الجانب الواقعي النظري والعملي لنشاط الإنسان في كافة الميادين العلمية والفلسفية والعقائدية أيضا والدينية وتعرف أن هذه الميادين الثلاثة قد عانت من الافتراق والتباعد وربما إلى التنافس أو الإنكار يعني تعرف أنه الفلسفة أو العلماء لا يعترفون بعض العلماء لا يعترفون بالعقائد وبعض العقائد لا تعترف ببعض العلوم أيضا وكذلك مرة يسيرون في اتجاه واحد ومرة أخرى يتنافسون ثلاثة ميادين مختلفة ولكن ماذا أضافت نظرية اللاواقعية العلمية أضافت شيء جديد إلى المعرفة البشرية إذا أخذنا هذه الميادين الثلاثة الميدان العلمي والميدان الفلسفي والميدان العقائدي لكل ميدان له مختبر وله جانب للتجربة والاختبار فنرى أن الجانب العلمي أو الميدان العلمي مختبره التجريب يعني أي موضوع علمي يأخذ إلى المختبر ويعرف هل هذا الموضوع صحيح أو خاطئ إذن المختبر أو التجريب هو المختبر الذي يبين الحقائق العلمية الميدان العلمي ومختبر الميدان العلمي التجريب له جانبان جانب نظري وجانب عملي تطبيقي يعني النظريات العلمية أو العلم والأبحاث العلمية تصل إلى مواضع ممكن هذه المواضع تطبقها قبل التطبيق تبدأ بالمختبر تجرب هذه المواضع في المختبر هل هي صحيحة فإذا صحيحة تذهب إلى الحياة وتصدر إلى الحياة وممكن يستفاد منها الإنسان في الميادين الصناعية والزراعية وغيرها من الموضوعات التقنية الجانب الآخر جانب نظري يعني الميدان العلمي يفرز جانبين جانب تطبيقي وجانب علمي وجانب نظري العبو الجانب النظري يعتمد اعتماد كله على الرياضيات هو جانب علمي نظري ليس تطبيقي إذن هذا يطور العلم نفسه يطور الميدان العلمي في الفلسفة الميدان الفلسفي المختبر الميدان الفلسفي هو المنطق يعني أنت كيف تختبر موضوع فلسفية أو فكرة فلسفية تختبرها بالمنطق هل هي صحيحة أو خطأ كذلك العقائد العقائد بما تختبر العقائد أنت تختبر العقائد بمختبر أيضا ويسمى الفقه إذن الفقه مختبر العقائد والمنطق مختبر الفلسفة هذين المختبرين لا يمكن أو لم يستعمل التجريب فيهما نظرية اللاواقعية العلمية أخذت الرياضيات العلمية في الميدان العلمي المختبر العلمي وطورتها إلى رياضيات لاواقعية هذه الرياضيات اللاواقعية هي حكر على نظرية اللاواقعية العلمية نظرية اللاواقعية العلمية أوجدت الرياضيات اللاواقعية هذه الرياضيات اللاواقعية استخدمتها في المنطق وفي العقائد إذن اليوم حسب نظرية اللاواقعية العلمية أي موضوع فلسفي ممكن أن نحوله إلى موضوع علمي رياضي ونختبره بواسطة الهندسة وبواسطة الرياضيات المجردة لنتمكن هل هذا الموضوع صحيح أو هل هذا الموضوع خاطئ كذلك نقلت نظرية اللاواقعية العلمية هذا الجانب إلى الجانب الديني أو العقائدي يعني أيضا في المواضع الدينية ممكن أن تكون مختبر وممكن أن تطبق عليها الرياضيات ويعرف الباحث هل هذا الموضوع خاطئ أو صحيح إذن هل تختبر النظريات الفكرية من خلال الأرقام والرياضيات إذن الرياضيات أصبحت هي كما يستخدم العلم الرياضيات في معرفة الصح والخطأ لأبحاثه أيضا الفلسفة أصبحت الآن على ضوء هذا الموضوع أنه تستخدم الرياضيات لمعرفة الصح والخطأ في المبادئ الفلسفية وكذلك الدين يعني الدين ليس غريبا لا يمكن أن نبحثه ونعرف دقته من صحته نظرية اللاواقعية العلمية حتى تكون صادق برهنت على العديد من الآيات القرآنية الكريمة وأثبتت صحتها رياضيا يعني العديد من الرياضيات ليش لأنه القرآن الكريم هو فيه جوانب رياضية مثلا الله سبحانه وتعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام السماوات والأرض هي سبع أكوان والكون هذه ثمانية أكوان وخلقت في ستة أيام إذا هذا جانب رياضي إذا استطعنا أن نحول هذا إلى فقه ومن الفقه إلى منطق ومن المنطق إلى تجريب والتجريب هو جانب الرئيسي الاختباري هو الرياضيات فممكن أن تحول وتم تحويله وأيضا صدرت في هذا الموضوع الرياضيات اللاواقعية ونظرية اللاواقعية العلمية بين المنطق الرياضي والقرآن الكريم وهذا الكتاب منشور أيضا نعم كيف كان التفاعل الأوساط العلمية في العراق مع نظريته؟ صح الأوساط العلمية حقيقة يعني وهذا السؤال هو كان بودي أن أطرحه وأنت تفضلت بطرحه ليست هناك كلية أو جامعة علمية في العراق ما استلمت من هذه الكتب نعم يعني الموسوعة 1660 صفحة نظرية اللاواقعية العلمية هي مركزة 2145 صفحة هذه وزعت في جميع الجامعات والكليات العلمية جامعة الرافدين جامعة مغداد الجامعة المستنصرية جامعة الحلة حتى في المحافظات جامعة بامل وغيرها إضافة لهذه يعني أرفقت معاها كراسات للتوضيح ولشرح مواضيع معينة مبوبة كالفيزياء ماذا يعني ماذا تقدم نظرية اللاواقعية العلمية في ميدان الفيزياء في ميدان الرياضيات في ميدان الهندسة النظرية والتطبيقية في ميدان الاقتصاد في ميدان القانون في ميدان العدالة شرحت هذه المواضيع كلها إلى الجامعات والكليات كذلك أيضا الرياضيات اللاواقعية ككتاب الهندسة اللاواقعية ككتاب أيضا وإلى آخره من هذه المواضيع نشرت أكثر الجسمة على الموقع الموقع الإلكتروني نشرت ككتب وكراسات في شارع المتنبي يعني نحن دائما كل أسبوع نوزع نشرات وكراسات على الناس جميعا نقيم محاضرات في عدة منتديات ثقافية في الكليات في عدد من الكليات والجامعات وخاصة الدراسات العليا اتحاد الكتاب والأدباء الأكاديمية العليا معهد الحسين العالي للدراسات العليا الكلية التربوية المفتوحة هذه الكليات وغيرها من الكليات كانت فاعل شديد وجديد ويعترفون هؤلاء الأساتذة والمتخصصين أيضا لأنه جانب علمي بأنه هذا الفكر جديد وممكن أن يطور وينمى لمصلحة الإنسان اتمنى لك الموافق يا أستاذ مخلف المسيرتك لألمية شكرا جزيلا الله أحبت المشاهدين نذهب في جولة شارك الشرع المتنبي وأنا أعدم بعدها شكرا جزيلا الله 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 أحبتي المشاهدين نلتقل الآن بالدكتور طارق فتحي مدير نادي القصة القصيرة في صوفيا أهلا ورحمة بك دكتور أهلا ورحمة دكتور كيف وجهت شارع المتنبي اليوم؟ طبعا أنا ولادتي في بغداد من الأصل ومن الستينات نحن راجع شارع المتنبي وكانت هناك أسماء لامعة لمؤلفين مصريين وكانت أيضا هناك روايات للقصص العالمية مثال فيكتور هيجو أرسامي قواي وغيرهم ومن المؤلفين المصريين كان أشهرهم نجيب محفوظ نعم فكنا بعدنا شباب يعني مرحلة الإعدادية نقرأ لهؤلاء فصارت عندنا فكرة عن الأدب الموجود بالوطن العربي للأسف ما كان أكو أسماء لامعة أو بارزة في مجال العدد بالستينات يتفقه بي الشباب ذاك لوحي لهم فكان كل جل اهتمامنا نتابع لإصدارات الجديدة لمؤلفين بدأ شارع المتنبي يزهو فتعرفنا على صبر القباني شاعر لبناني تعرفنا على نجيب محفوظ العقاد وغيرهم والشاعر الكبير أحمد الشوقي فكان عندنا شعراء قلة يعني يعدون على أصابع اليد الواحدة فهذا الأمر كان تثقيف الشباب نحو الأدب ما يجدوها لا بمجتمعاتهم العائلية ولا بالمناهج التدريسية يجدوها بشارع المتنبي فالثقافة تجي ذاتية من نفس الشعب يعني أكو حسد أو غيره محمودة وليس مذمومة أنه فلان يقرأ نعم أو فلان معجب بشاعرنا الكبير الجواهري فيحاول هو على قدر طاقته يعني ما في موجه أو معلم نعم يخليه يسلك الطريق الصحيح مثل كان يتعلم اللغة العربية شوية مفرداته نعم شوية نحو صير أعراب حتى يوزن الكلمة قبل ما فكانتا يهبين الحروب وأغلب ما يكون يركب جمل مع قدر هاي في حقوة الستينيات اليوم كيف وجدت الأجواء في شارع المتنبي أنا قبل سبع سنوات ثمان سنوات زرت شارع المتنبي نعم واليوم أيضا زرت شارع المتنبي أنت مخترب خارج الآن مخترب نعم أنا مقيم في صوفيا في بلغاريا أكوفت يعني اعتبر شارع المتنبي فيه روح جديدة حلت عليه يعني قبل سبع سنوات أو ثمان سنوات ما كان هذا شارع المتنبي نعم نوعية الكتب واحدة كانت يغلب عليها الطابع الديني ما في حماسة للشعر للأدب نعم للفن التشكيلي مثلا فنون مسرحية قليلة تجد هذه كتب مهملة نعم فخرجت من المكتبات وأخذتها حتى على الأرصفة نعم وبالأرصفة أيضا ما حتقلبها اليوم فالتنوع جدا رهيب أنا صار لي اسبوع تقيما في بغداد الجمعة الماضية زرت المتنبي واليوم أيضا شرفته بحضرتكم اليوم التنوع رهيب جدا يعني كل شي تلقي في شارع المتنبي أدر ثقافة فن حليم نعم إضافة إلى الصدمة اللي يشير في شارع المتنبي فيه ناس متقفين فيه نساء وفيه بنات نعم فيه عوائل هذا كان شبه مستحيل قبل سبع سنوات شبه مستحيل إنه ترى أنثة مثقفة وأديبة في شارع المتنبي نعم اليوم شارع المتنبي غير بس أدي رجاء صغير لحضرتك وليل القناة إنه تستمرون بهذا النشاط أنتوا روحوا الشباب المعاصر هسا نعم هذا الشباب يجي ضالته فيكم نعم إحنا أكل علينا الدهر وشرب فيه مساوئنا فيه حسناتنا فيه تقصيرنا فعمت الآراء والأفكار السلبية منها إنه الأديب الناجح أو الناشر فيه العرع نعم يعني شوال إحنا نقول بالمعنى الدارج الضال يكفخون به حتى يفشل في حين نجد بغير دول الأديب الفاشل يرفعهم من قيمته حتى ينجح حتى ينجح نعم إحنا هنا بلعك السلاء العراقي بتوضع فيه طريقة هسا لا ماكو هيتش اشي نعم هسا أكو يعني دا قول هذا الحاتش يعني ما أعرف دابل سبع سنين جاي غير الشكلتان بس دا حتي هسا هسا شاب يشوفه بعمر الورد عشرين سنة خمسة عشر سنة يتكلم واتق من نفسه ويتعبط كتاب هو أصدره نعم يعني فالشي مفرع طب اللي إحنا كان أدنى حلم حلم نصدر كتاب يعني أول كتاب ظهرني يعني أمري خمسة وخمسين سنة نعم نشوف شباب إسا أشوف شباب أمرا ثلاثة عشر أربعة عشر عندك كتاب أخواطر أما شعير يعني أنا أقول لك على قدر الحال بس هذا فاشي يعني يعتبر خرافي يعني بالنسبة للغاية يعتبر انجاز بحد ذاته نعم نعم شعر المتنبسة دايبت روح إن استمر علي فأعتقد جازما كل الخير رح نجده بشباب العراقي أمتاب متأكد حدثنا عن نادي القصة القصيرة نادي القصة القصيرة أنا مؤسس للنادي وإدارة النادي محصورة بي وبعض المؤسسين معا يده كاترة أيضا متبرعين طبعا فهدف النادي ومشروطه لشباب الواعدين اللي يحمل أفكار حلوة بداخله بس قلمة لا يزال يرتجف مثل ما يقول فننطي دعم ننشر القصة نحاول ننشرها على الخاص نصلح لهياة نعيد نشرها باسمه هو طبعا فالحمد الله وشكر يعني أكثر من ألف يعني بعمر قصير خلال سنة وحدة أكثر من ألف قضو انتسب للنادي ومنهم يعني ناس كبار معرفين حتى بشارعة المتنبي التقيت بهم الجمعة الفاتحة وهالجمعة إن شاء الله منهم من انتشر عربيا نعم وأكو مجلات ودوريات كامت تنشر لهم ومنهم من أصدر كتب وظفنا للنادي عدد قصة الخواطر وبالمستقبل إذا توسع النادي بعد أكثر من هذه العضاء نشوي بمجال للشعر نعم هوين كان بعض الأعضاء يعطيه فالنادي أخذ بإيد الشباب اللي هو يحمل فكرة حلوة يحمل تجربة حلوة بس ما تشوف النور تظل حبيثة صدرة يعني هسه قال الناس يعني يعني عندي خمسة آلاف في الصفحة ولما يشوفوه قصص غريبة وإن كان الأسلوب مايرقى إلى أسلوب الأدب الراقي ولكن كتلجيء شاب أول مرة يكتب نعم أول مرة يكتب أول مرة يكتب يعني هسه أذكر بروفيسور إنجليزي أه اطلع مصادفة يعني على نادي القصة فطلب هو بروفيسور بعلم النفس السلوكي نعم طلب حشر قاسين كل قاس ما لا يقل عن خمسة عشر قصة اللي دراستها نفسيا هو مجموعة جميل جدا هذا تطوع ومجانا نعم وتم رفع يعني قبل شهر تم رفع خمس أسماء من النشطين بالنادي لدراستهم سايكولوجيا ونفسيا نعم هاي دراسات متن يعني نفكر بيها ونتجه إليها ونعلم بيها حتى نعم فالعالم واسع كله كذلك الثقافة واسعة فشاب من يشوف نفسه عنده ثقة إنه مثل عضو بالنادي لفلانه فلما عندي نخاد وعندي دباع عندي ماشا الله كلشي يعني وعندي شعراء شعبيين كبار وشعر إليهم بالبنان النظم السماوي يعني سيد خلق وغيرهم طبعا فهاي الدراسة إذا اكتملت ام الطاني موعد محدد يعني ثلاثة جهور إذا تيجي تصير غير شكيس على راح أصير استدعاء لذول لندن على حساب المؤسسة نعم لدراسة النفسية والسلوكية في القصة العراقية هذه لفتة وإن كانت ما محسوبة يعني مو بالحسبان لما جاءت مصادفة قد يجوز تفتح الباب الغير اشجع الناس اشجع الاستفادة من مراكز التواصل الاجتماعي بشكل مثمر وجيد يخدم الشباب أنا أركز على الشباب بدرجة أولى لأن الشباب لما يكبر هو بهذه الثقة ولما يجيزه يتمختار بشارع المتنبي اللي هو يعتبر بيتل الحقيقي فما يقف قدعم أي حقق في أن يقدم أو يبدع النفس للآخرين بالفعل وهذا الابداع كله وين يصب؟ يصب بالعراق فأنا أشوف حركة نهوض سريحة وأكثر من إيدة أكو ممدودة داينها شارع المتنبي نحو الأفضل نحو الأحسن فشارع المتنبي حقيقة يعني هو تاريخي وتاريخ كل العراقين وتاريخ كل المثقفين العراقين نعم دكتور نتمنى لك المزيد من النجاح الموفقية الله يبرك وأيضا نتمنى المزيد من الانتشار لنادي القصة القصيرة شكرا جزيلا لك دكتور إن شاء الله نتواصل إن شاء الله تجي الدراسة رح يطبعونا بها كتب ونديكم للمدى إن شاء الله إن شاء الله أحد الكتب شكرا لك دكتور أحبة المشاهدين جولة أخرى نأخذكم فيها في شارع المتنبي والعود من بعلارك موسيقى أحبة المشاهدين نلتقل الآن بالقصة فوز الكلابي أهلاً ومحمد بيت سيد فوز أهلاً بي سيد فوز أنت مختربة خارج العراق ولم تعودي إلا قبل شهرين كيف وجدت شارع المتنبي الحقيقة أنا قبل خمس سنوات كانت بزيارة لبغداد ولأنه المتنبي يعني مرتبط بذكريات ذكريات المراهقة وكل كتبي كانت مني متنبي فلما جاءت زرته للشارع يعني صدمني نوعية الكتب اللي كانت معروضة بي كتب كانت دينية وكتب تدعو الموت أكثر من الحياة مثلاً أكتب عذاب القبر أو الأدعية وإذكارات ولا مانع يعني إحنا مفروض نادي بالحرية لازم مفروض يعني كل شيء تتنوع يعني يتنوع السوق بالكتب لكن كان التركيز على هاي الكتب هو شيء اللي يعني خلاني أشعر بالحزن لكن هاي السفرة إلي شف التغيير شف إنه الشارع يضم يعني كل أنواع الكتب وهذا الشيء نحن اللي يريده يعني يريد الذقف العراقي يتبصمت على هذا الشارع ونواكب العالم بالكتب اللي اللي تصدر حديثاً يعرف بيها المواطن العراقي حتى نستطيع ولو من زاوية صغيرة إنه نواكب العالم يعني تعرف أنت ثقافة كل شعب مرهونة بهيش الشارع طبعاً هذا الشارع يعني معروف ويحزوني عليه كل العرب وشغله وإحنا أنه أنا التقيت فيه بأصدقاء هم إليه على الفيسبوك صار سنوات آني بس مجرد هم يعني إحنا عبارة عن أشباح أقدر بينا الآن التقينا وعلاقات طيبة صارت بيناتنا وتبادلنا الكتب نعم الأدبية والروايات والأمسيات العفو الأصباحات اللي يصير هنا اللي يصدرون بيها الشعراء والكتاب أيضاً هذا يفد شيء يعني يحسب للشارع ماذا تبحث القاص فوز الكلابية عندما تتجول في شارع المتنبي؟ والله أنا حالياً لصراحة أدرس فيه المسرحية فتطلب من عند دراستي أنه أبحث عن مسرحيات للمسرحيات الغريق نعم فهذا الشيء اللي يشغني الآن أما كنتم فأحصل عليهم من الأصدقاء يعني عندي بس المسرحيات هي اللي تشغني الآن اللي ما يخص دراستي يعني كيف ترين الفعاليات الأخرى التي تجري في شارع أو تجرى بالأحرى في شارع المتنبي منها الندوات العلمية ومعارض الفن والرسم وأيضاً الجلسات الموسيقية؟ هي يعني كنت تبشر بالخير هي هالوجه الآخر الوجه المشرق للحياة نعم لازم هذا الشيء طبيعي للكم شيء طبيعي أنه أنت تشوفهي فأكيد هذا الشيء يعني يشعرك بالفرح والسرور تشعر أنه أنت موجود بالحياة نعم غبتي على الشارع المتنبي لمدة خمس سنوات والآن عندما عدت لحظت التغيير كيف تتخيني شارع المتنبي بعد خمس سنوات؟ إذا إحنا يعني معنيين ظلوا علىها يعني ماشيين على هذا الاتجاه أكيد رح يتخدم أكيد لأنه إحنا شيء طبيعي أنه نتخدم للأمام نعم طبيعي ولازم الكل يساهم الكل يساهم بصمته في هذا الشارع من خلال التجربة التي طلعت عليها خارج العراق والوضع اليوم والمناخ التقافي داخل العراقي لماذا يحتاج المثقف العراقي برأيك؟ يحتاج أنه يعني يكون أكثر انفتاح على العالم يواقب الأفكار الجديدة يواقب لأن العالم في ممكن دقيقة في كل لحظة هو يصير به شيء جديد فالمفروض أن المثقف العراقي واللي هو تقع عليه مسئولية نقل هذا الشيء للقارئ البسيط نعم هو لازم يواكل العالم هذا اللي نعم هذا ما يحتاج اليه اليوم المثقف العراقي لكي يؤدي ما عليهم الرسالة ومسؤولية تجاه البلد طبعا طبعا وهذا الشيء مقليل يعني مسئولية مسئولية تقع على هذا القليل مثقف نعم ضيفة العزيزة شكرا جزيلا على هذا القارئ سهلا أحبت المشاهدين جولة أخرى نأخذكم فيها تشارع المتنبي وما يجرى فيه من الفعاليات وأنشطة طبعا عن هذه الذكريات وعن فن وعن مسرح ومؤلفات نور الدين فارس نبتد الجلسة بالدكتور عقيد مهدي فليتفضل مشكورا أشكور الأستاذ مقدم هذه الجلسة حضور الكريم يشرفني أن أتحدث عن واحد من ألمع كتاب من نص الدرامي في العراق نور الدين فارس نحن كنا طلاب بالـ 68 فكان أستاذ بدرس التمثيل أستاذ جعفر السعد كان الشيء الشائع يتحدثون عن المسرحية اسمها الجارة طاعون اللي اشتغلها واخرجها أستاذ جعفر فكان الجو بعد يعني بنفس التألق عن هذا الصوت الجديد الصوت اللي غاير ما ليحيى قاف العبد الواحد مهدي البصير هاي المسرحيات الاجتماعية اللي كانت أجمل تجليلها في زمن يوسف العاني اللي تناول الأسرة وعلاقاتها الاجتماعية والإنسان البسيط المسحوق كانت ثلاثة اتجاهات يسارية في المسرح انصح التعبير عن ذلك كانت فرقة المسرح الحديث اللي بيها أساتذة كبار يمتلكون الرصانة والتجربة والخبرة والاطلاع على مجتمعات أمريكية وإنجليزية وروسية ففيها عمو كبير عندما تقدم مسرحيات محلية والاتجاه الثاني كان يمثل جعفر السعدي في فرقة البسرح اليوم الشعج كان استاذ جعفر وأنا انتميت أيضا لهذه الفرقة يتناول بشكل كبير الجوانب الأخلاقية في المجتمع والمسرحية الاجتماعية وكان فيها نوع من الموازنة أما فرقة مسرح اليوم اللي تأسست في 68 وكان على رئيس استاذ جعفر علي ونخبى من كبار الفنانين السينمايين والمسرحيين منهم قاسم حول منهم مكة البدري منهم علي وفيق وغير وعلي فوزي يعني كثير كثير مكة البدري أساتذة وجد العاني يعني فارق وهان كثير يعني من نذكرهم ربما طول القائمة حتى صفوة الجراح يعني كان أيضا ممثل هؤلاء يبدو والقليجي أيضا نديب القليجي اللي كان بشكل العلني يمزج بين الملحقية الثقافية السوفيتية بمسرح كان هناك يقدمون بأعمال ومنظمينها ساعة الكريملين اللي يمثل نور الدين فارس بيها شخصية لينن وبذاك الوقت تصوروا باتجاه يعني كانوا هم نقول عليهم المد الثوري الحاسم الصادم المتطرف في هذه الاتجاهات اليسارية المعروفة في المسرح العراقي طبعا إحنا شفنا يعني وسمعنا عن المسرحيات عديدة من هالبيت الجديد يعني الأعمال الكبيرة وربما كان عبدوهاب الدينية أخر عمل يشتغل هي عروس في المزاد اللي مثلت سعدية الزيدي وهي تتلفظ بألفاظ كنا نحسب ألف حساب لها يعني في المسرحيات عند يوسف العاني وعند الآخرين يعني تقول له مثلا في التلفزيون لفظة شعبية لأنه إذا يريد يطلع حقائق واقعية عن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة وحتى بالإعلان تتبروز تقول له امشي ابن الزفرة يعني فالمسألة هو كان مثل ما يقول جواد علي طاهر علي جواد طاهر يقول لأنها يعني هذه الدورة التي تخرج من دار المعلمين العالية فيها نور الدين فارس كانت الضم السياب والضم نازك وربما لميعة وغيرها من المتخرجين في هذا المعهد التربوي الكبير أيضا هو استكمل دراسته في المسائل كان هناك درس الإخراج والتمثيل للتخصص يعني وهو يختلف من سواه لأنه يمتلك العدة الأدبية لدرامية يعني البعض جاء يكتب نص ولكن هذا النص ليس فيه نواة أدبية جمالية فلسفية مولدة إنما عبارة عن نثار انطباعي هنا وهناك ولهذا هو تميز وهو كان قري الشيء اللي أريد أضيفه لأنني ما أريد أقرأ في أوراق رغم أنه أنا كاتب عنه إن شاء الله يطلع فيه كتاب جديد عن تجربته ففي بلغاريا التقيت هذا الرجل وإذا شاءت الظروفان بقسم واحد اللي هو كاتدرة يعني قسم تياترو زناني يعني معناه علوم المسرح زي أن أنت تعال جاي صغير 15 سنة بيني وبيني فرق وقاعدة ثانية كان المشرف عليه فلادي ميرتن بروفيسور من أرقى الأساتذة في بلغاريا فكنا الثنية نحن نجتمع مع هذا البروفيسور نور الدين فارس كان متقدم في الكتابة وأنا بعدني لأول مرة يعني ألتحق بالمعهد فكان الغيظ مستشاط بروفيسور تنف ويتحدث بكاليوام يعني حيل بيحرص طبعا أنه يريد من نور الدين فارس أن يكتب بطريقة هو كما يريدها بال ونور الدين فارس عده استقلالية بالرأي فتعرفون صار نوع من التفاعل لأنه الكل هناك غرض هو كيف تنجز الطروح بمستوى راقي ومن جملة المشكلات اللي حتى كانوا شيف أستاذي بروفيسور كان يقول للمشكلة عنده نور الدين فارس وأستاذ تنف أنه يريد يكتب عن نفسه فشون يصير يكتب عن نفسه لأنه ما نبحث علمي أكاديمي هو شنو يكتب عن نفس الرجل لأنه يأخذ التأليف المسرحي في العراق من سنة الـ 58 إلى سنة الـ 74 هو بهذه الفترة كان من النجوم اللوامع في الإدراما العراقي ولهذا استطاع بلا باقته وبقيم النبيلة وبذكاءه أن يقنع اللجنة والأساتذة والأستاذ المشرف بأنه سيكون موضوعي في التحليل وينطلق من ما قيل ولذلك المفرجي قال لي يعني نور الدين فارس أخذ أرشيف نوراه ويبقل أستاذ علي حسين كان موجود في الأرشيف مع المفرج فأنا كنت راجع وراه بسنتين قلت ليا بد انطيني أرشيف مسرحنا لأن أنا شون رح أكتب عن المسرح العراقي هو أستاذ 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 نور الدين فارس المسألة الأخيرة حتى لا طل عليكم لأنه ذو شجون ونشرف أن يكون أستاذ موجودين ومن ضمنهم أستاذ منعم العزيز المبدع أيضا والتقدمي فضمن هذا جانب التقدم الكبير أجينا للعراق كانت أستاذ يسمها سنجين بانوفر هذه من المنظرات الكبيرات وهي تذكرني بزينب بشكلها بصوتها وضعها لكنها ناقدة كبيرة يعني مو ممثلة فألف كتاب وامتحمنا أنا ونور قبلي بسنوات بهذا الكتاب اسمه نظرية الدرامو فأجيت هنا بالعراق ولا سنوات يمكن أكثر من 25 سنة وإذا دار الشؤون الثقافية بالعراق يحيلوا لي كتاب نبشوه بالأرشيف ماكو الكتب الممنوعة السابقة فواحد من بيناتين هذه اسم نظرية الدرامو مترجم فأنا استغربت هذا مترجم من هو ترجم أقرأ نور الدين فارس مترجم كانوا رافضين فأنا إن من تريد الحيل يا أبو سكين في تلك الفترة من ناس نيجينة فانوفا ومنها نور الدين فارس ومنها هاي الكتاب الراغية المتطورة في نظرية الدرامو اللي كتبت اسم نيجينة فبالتكيد وافقت يعني بقراها دقيقة رغم بعض ملاحظاتي لأنه كان خارج العراق ولم يعرف يعني الدرس اللغدي إلى هين وصل فكان يصور مثل ما ترك العراق وهي كثير يقعون في هذا الوهم غير المقصود يعني يصور أن العراق توقف عندما هو سافر مو هو طبعا الرجل لكن بشكل عام اللي يسافر يعتقد أن الوضعية بقت كما هي فآن أتمنى وأشكر المدى يعني على دائما هذه الحفاوة بمبدعين الكبار وهي يدل على موقفهم الوطني السليم والثقافي وأتمنى في اليوم الأستاذ كاظم العزيز أن يكون تكريم لقامته الكبيرة في الثقافة العراقية ولتراجمة التي لا يمكن أن أحد يقفل اشتركوا في القناة أحبتي المشاهدين نلتقي الآن بالإعلام مع الدكتور مجيد السامر راي أهلا ورحمة بك دكتور كيف ترى المناخ الثقافي اليوم في شارع المتنم اليوم تحديدا أقصد في هذه الفترة اليوم هنا تعبير مجازي هو يعني أتمنى أنه كما يقول هالجنوب لا تكون هاي فرت عروس يعني مثلا يوم الجمعة وبعدين السبت خلاص يعني هي من الجمعة في بغداد من العجام من الإسلام الأربع وكان أي في الزمان يعني الزمانات نحن في الشباب كان السوق الهرج عفوا سوق الغزل أيضا سوق الهرج أيضا بي يعني احتفالية واستثنائية والناس تتجمع بس أنا كمل الدكتورة مصادر كلها من المتنبي كنا مرور يعني يوميا مر من هذا الشارع ما بيكلو متر ما بيأقل بس اليوم صار معرف اتفاق يعني تعاقدوا الناس على أنه تفقون دون سابق انذار يجون يوم الجمعة فهي الجمعة جمعة احنا عدنا بالمثل يقول الجمعة جماعة والسبت مطار فاليوم كان اليوم مطر كان ومع هذا أنا قلت ما رح ألاقي أحد بالشارع بس صراحة شي مدهش يعني ياريت بغداد كنا بس ماضا ممكن يكون مولا المنصور أنا جاي زيارة لبغداد يعني بالسنة جمرتين بس حلو والحلو دائما يخلص يخلص بسرعة نعم والحلو تزوج لكن المتنبي باقي عشرات السنين معلش ما هو عمر الآن أكثر من 70 سنة أو 80 سنة يعني مو هي المشكلة أنه إن شاء الله يكون على مدى الأسبوع أما يوم واحد حرام يعني إنوا واحد يجمع حاصل الأسبوع كله حتى يجون أكون شي يعني مثلا في شعراء غير حقيقيين موجودين مطربين غير حقيقيين موجودين عازبين غير حقيقيين موجودين بس كل الأحوال ماذا تقصد بهذا المصطلح غير حقيقي بهذا الوصف آه شاعر يعني ما في شاعر مثلا كبير إحنا إحنا أهل العمود نعم ما لقيت شاعر كبير يعني ما أسمي أسامي ما أريد أذكر أسامي موجود في المتنبي لقيت شعراء شهرتهم على أحد الشارع جمهورهم هو هذا جمهور الشارع نعم بس هذا الشارع ما موجود مننا بالوطن العربي يعني أنا شت في مصر جيت قبل أيام في تجمعات كبيرة يعني شفت مثلا حي الحسين وخان الخليلي توقع للصبح نعم على أيام مبارك كانت توقع للصبح حسن صارت يعني المدينة التي لا تنام صارت تنام بس مثل المتنبي فشرقت في غرب البلاد وشرقها فلم أرى فيها مثل بغدادة منزلا ولم أرى فيها مثل جلتة وادية بما أنك سحبتنا إلى مجال الفن ووصفت الموسيقين الذين رأيتهم في شارع المتنبي بأنهم غير حقيقيين الشعراء كذلك غير حقيقيين بماذا برأيك اختلف الفن العراقي بكبة أشكال ما بين الأمس وميرو وشو دائما هم الشعراء غير الحقيقيين والفناني غير الحقيقيين هم اللي باقي لأنه يثبت وجوده نعم يثبت وجوده وقد يسعى إلى أثبات وجوده ورقم عاند هو عنيد يعني يعني لهذا الشعر غير قصدي حتى لو صد الله ديوان دار أهلية غير محترف بها غير موثقة بالمكتبة الوطنية فهو فعلا يعني هم قلت المصلاوي خلف الله علينا يعني سوى جهد اللي عليه وحاول يوسط صوته بس قصدي أنه الشعراء المربديين نحن المربد عندنا اليوم في البصرة صار اليوم البالحة لنا قد يعني شاعر مسمى وله اعتبار ويدرس واسمه في كتب المطالعة ما تلاقيه في شارع المتنبيه يقرأ قصاعدة بين الناس نعم بس دول الناس اللي يمسكون في يعني يمسك فيك ويقول لك غصبا عليك تعال تسمع قصيدتي وشي سوي لك تصفق له يعني فينا أساس ما تعزف بس وفق المواصفات الأكاديمية نعم الفلاسيكية المواصيقية المدرسية نعم يمكن غير معتبار بس كل حوال هو أيضا محاولة تثباته جيد تحدث عن الشعر وإذا ما تحدثنا عن الشعر لابد أن نتحدث عن الأغنية كيف تجد الأغنية العراقية اليوم بمفرداتها والله كأغنية ما عرفها ما أخذها باليوتيوب 52 هلون مشاهدة نعم السيت البارحة كان لدينا جيران الفوقانة وراء ساعة وحدة بالليل يدقوها نعم دقوها ويتشونوا إياها أنا سمعتها بعمان نعم سمعتها حتى بمدارس يغنوها بالشوارع يغنوها بالأعراس يغنوها ما أعرف السيت اسمها 52 مليون مشاهدة على الوتيوب فالشي رقم خيالي نعم الأغنية العراقية هسه صارت في الخليج هسه بوذبويس هسه هسه كأغم أدرك أنه لازم أن يغني عراقي مثلا مو يقول يقول مثلا يحاول يتجنب الـ نعم قبل مثلا هسه صار النغم العراقي مطلوب ويحس لكن اليوم خارج العراق وفي برامج المواهب والمسابقات النغم العراقي السبعيني والستيني وحتى الثمانيني هو الذي يبرز لكن أين هي الأغاني الحديثة وجير الشباب اليوم من تاريخ الموسيقى العراقية الرصيم شوف لازم تطاطي راسك وتنخي للعصر يعني أنت بمستحيل أنه تقول هذا مثلا أغنية بسميو نعم أنا سامحها من موبايل سيدة أوكرانية جين هاي شو وصلها الأوكرانية نعم جين معناه أنه خلاص ما تقدر أنت تمنع مد بالزور غصبا على عينك تمشي تمشيها الأغانية بس النغم السبعيني شوف علي قراء نعم أغنتها عليا لما مغنيها صابر ومغنيتها أصالة ما شعنش ما انتشرت مرة أخرى وخذها جورج نعم يعني فقصدي أنه هسا الآن أكون موجة هي أغاني فايزة أحمد نعم زين أغنية عيون الألب نعم أو أغاني عبد المطلب نعم عبد المطلب الآن في مصر أكون موجة لعادتها يعني فالقصد أنه العصر يأخذ حق منها لكن دكتور مع وجود يا حريمة وعزاز ومرة ومرة وغيرها من هذه الأغاني الجميلة هل تستحق بسمية ومثيلاتها من أغاني الوقت الحالي أن تمثل الأغنية العراقية في الخارج يعني العصر بالدوزر يسحقك ويسحق يعني يسحقنا يعني بس هالرومانسية اللي احنا سمع نمتلكها السبعينات كان عصر ذهبي في العالم كله الستينات السبعينات عصر ذهبي في العالم كله فيه تطور الفنون مدارس الأدب الراقي يعني هي يشوف حتى اكتشاف الشرقي جب من بعد النيو كلاسيك الرومانتيكية اللي بدي لك رواه اليوم اللي لقيت طروحتي بالماجستير لقيتها بالبيت وذا أقرأ يعني نحنين إلى الماضي الوله بالمنقرض يسمون الوله بالمنقرض في عندنا سيد العراق صار الوله بالمنقرض يعني الآن دي نتذكر الحنوانة حن جفنك جفن فراء شغط وحجارة جفن ما غمر يل تمشي بي ننبض حن خويا حن نعم روحي عندنا روحك تزحن هيا حلوة بس تعال من يسفن لها يسفن لهذا الجيل بس الجيل هذا اليوم اللي هسا على ظرفها في دجلة اللي إن شاء الله ما يضمأ يقول خلا يقول بيت شعر يقول إذا مات امرئن منها بالأرض مدفنه الماتت الأرض قل لي من يواريها يقول يعني إن شاء الله دجلة بيموت يعني شوف احنا الرافدان إذا جفوا ما في عراق يسمونه بلاد الرافدين بلاد الواديين الجافين مثلا بس هسا الدجلة حلو شوفت دجلة وفي مثلا كيفيضة بغير منية اجيه شوفت موجاتها يا موجات مثل معظة فضة ها في شلون نعم حلوة يعني فأني اليوم فرحان جدا يعني وسعيد جدا سعيدة أقول لك شي يعني أنا قلت لهم مرة بعمان إحنا لما نينا تفريشنا نرجع للعراق البغداد حس روحك طاوس جد يعني هسا الحمد لله يعني يعني بتصور نوع لحد يعرفني يعني اليوم حتى وصلت بصعوبة ومشقة حتى أصل لكم هذا شيء العراقيين يعني يبدوا أنه غزر الجميع يحاول التق الصور معك جميع حييك سلم عليك اللي سويناه غزر نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm proud مثل ما أقول الأمريكي I'm proud that I'm negro يعني أنا فخور لأني أسود I'm proud that I'm iraqi نعم الحمد لله أنا فخور إني عراقي وفخور بالبيكم واشكر صبر الأخوة اللي صار يعني كل شوه تعبتم حتى وصلت يمكم وصراحة يريت البلد يعني يريت العراق كله متنبي إن شاء الله يريت العراق كله متنبي وإحنا ساعدين جدا بهذا الحوار وشاكرين إليك جدا هاي الكلمات وهاي الدقائق اللي خصصتها النحو أنا إحسا أشكرك جدا رجعت شاب عشرين سنة اللي ورا طبعا إحنا راح نستفيض أكثر بالحوار أعزائنا المشاهدين عن واقع الأغنية العراقية ما بين الماضي والحاضر وكذلك الموسيقى العراقية ومن فقرة فهرست مع زميلي الزمن علي الذي يسلط الضوء اليوم على كلمات الأغنية العراقية ما بين الماضي والحاضر أترككم مع زمن وأشكر مرة أخرى ضيك العزيزة الإعلامية الدكتور مجيد السمراء شكرا لك دكتور شكرا لك أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة المدى وفهرست في هذه الحلقة مشاهدينا سنتحدث عن الأغنية العراقية ما لها وما عليها والأغنية العراقية بنصها الأدبي وكيف تفاعل معها المتلقى العراقي بالإضافة إلى نشأتها وبداية سطوع نجم الأغنية العراقية منذ القرن العشرين حتى أيامنا هذه سيكون ضيفي في هذه الحلقة الكاتب والباحث الاجتماعي الأستاذ حمد الهر فأهلا ومرحبا أهلا بكم أستاذ حمد الهر بالقناة وبالحضراتكم وبالكادر وبالأساتذة المصورين والجميع وكل القناة أستاذ حمد بداية حضرتك عندك بعض النصوص اللي هي من تأليفك وكتاباتك وصفت بأحد النصوص حضرتك بالمناضل هذه طبعا كلمة المناضل اللي يعاني آلام شعبة في زمن في زمن الطغات والطغيان وكل الأزمنة اللي بيها ناس متجبرين ومتسلطين وناس من سراق المال العام والمال الخاص والمعتدين على كرامات الناس فتيجي هذا مني إنسان يوقف بوجه التيار يعتبر مو هو يعتبر نفسه وإنما المجتمع يعتبره مناضل واحدنا أمثلة على هذا مثلا هو شي منه طبعا يحرر بيت نام وصير بيت نام وفييت كوبا ما كانوا يسمون يسمون العمهو شي منه مثلا جبار السائر ما كانوا يسمون دكتور دارس الطب أرجنتيني يروح يحرر كوبا وبعد كوبا يروح لغير مكان هذا رجل أصبح الزمن ما ينسى فنضالة كان منها النوع هذا فنتأثر بهذه الشخصيات وشخصيات كثيرة وكثيرة من هذول اللي كانوا في زمن في زمن اللي إحنا على عمرنا شفناهم من الشخصيات اللي أنطوا حياتهم في سبيل بلدهم وفي سبيل ناسهم وفي سبيل مجتمعاتهم وهذول ما أجوا طرقوا على راتب وعلى موارد وعلى شيء فهذا النظال يعتبر من يذكر هذي شخصيات حضرتك يعني عاصرت ببداية شبابك أو طفولتك نهاية الملكية وأيضا بداية عصر الجمهورية في العراق بل نهاية الملكية أنا شفت فيصل الثاني من إجازار كربلا دي أنا أنا من أهل كربلا من إجاز فيصل الثاني الله يرحمه والجيش داير مدائر سيارته ويحيى الملك يحيى الملك شفناه الرجل رجل مسالم كان الملك رجل تشريفي يعني ما عنده فصلت سلطة شاب بيد رئيس المزراء وشفت الشخصية العريقة اللي يجي اللي يفتخر بيها العراقيين وغير العراقيين شخصية الزعيم الخالد عبد الكريم قاسي طيب ممتاز أستاذ حمد إحنا اليوم سيكون حديثنا بتأكيد عن نص الأدبي وليس التلحين طبعا يضاف له التلحين ولكن تحدث عن النص الأدبي في الأغنية العراقية منذ بدايات القرن العشرين بدأ سطوع وبدأ هناك تسجيلات وهناك متابعين للأغنية العراقية كيف ترى تطور الأغنية العراقية بداية هل هي في تصاعد أم انحدار بالزمن السابق أستاذنا العزيز الزمن اللي كان ازدهار الأغنية العراقية وما قبل العشرين يعني قبل العشرين قبل فيصل الأول الأغنية العراقية كانت إلى الزهار حسن خيوكة ورشيد القندرشي وشخصيات العراق اللي كانت هاي وذولا كانوا مو مغنين دولا مطربين أي يطربون الآخرين يعني من يصعد يأدي الكلام يأدي بفن وبتلقائية ويكون مؤثر إحنا في زمن يعني بالخمسين شنو نسمع حضيري أبو عزيز سعى عشرة الناس تترك أعمالها تسمع صوت حضيري أبو عزيز يعني الزمن اللي كان مزدهر بالأغنية العراقية وبالفن العراقي هو الزمن السابق أما هسا الأغاني اللي إجته حتى الأغنية السبعينية صحيح بها تطوير وبها كذا لكن ماكو نسبة إليهذا منتجه عالثلاثينات وعالعشرينيات يعني المطربين كانوا غير شكل جنابكم هسا تشوفون المطربين تشوفوا كرئيس وزراء شكله إذا معقل عقالة وقاطة وملبسة وهندام وإذا مطربة تشوفوا في السيدة جميلة يعني إحنا شفنا سليمة مرات فاشر الله يرحم صديق الملاية عفيفة اسكندر الله يرحمهم هاي شخصيات لم يعطوا فيق هاي شخصيات ما تتكرر يمكن واحد يقول أنه الأغاني قبل كانت بهذه الفخامة اللغوية وبهذا الاختيار الصحيح والدقة في الكلمة مو أي كلمة لأنه ممكن تخدش ذوق المجتمع كانت لأنه المجتمع كان قوي المجتمع كان مثقف المجتمع كان ما يتقبل مو بس الكلمة حتى كلام الشارع ما يتقبل إذا هو كلام مو موزون حتى المقهى إذا قاعد بالمقهى والمستطرق إذا قال فريد كلام هو هذا اللي قاعد بالمقهى ما يتقبل منا يعني يشمئز منه أما بالنسبة للطراب وللغنى بمعنى أكبر وأوسع لأنه هذا على مستوى عام العام يسمع بعدين الغناء من يسمع الشريحة المثقفة كانت تسمع الوزراء الشخصيات أصحاب الدولة أرباب المعالي الأساتذة الدكاترة هذا عدة ذوق بالكلام برأيك أستاذ حمد لو هذه الأغاني الآن اشتغلوها وفق ما كان يعمل سابقا به يعني نفس اللحن ونفس الأداء ونفس المطربين ونفس الكلمات هل ممكن تنجح يعني هذا الجيل ما يقدر يجيد هذاك الجيل اللي في ذاك الزمان هذا الجيل اللي هسه يقدي هل نحن مثلا بعيدا عن الإجادة هل يتقبلها المتلقي؟ ولا المتلقي يتقبل هذا المجتمع ما ده يفتهم شي يقول الأغنية كلها ترقص والشارع يرقص والموسيقى ترقص والدين يعني تعاين حتى الأعمدة والشسم والسيارة الصعدة لي فوق وهذا الطافر اللي يجو حيب الجنة هي شي شي ما كو يعني ساذا تحسب الجنة اللي يقول حور وكذا وأنهار كذا ما كو قبل المتلقي كان إذا جاء قعد يشوف هذا المطرب كلمة إذا خدش الزوق العام المتلقي قعد يقول هذا شنو هذا شنو المنطق هذا هذا من ين جايب هالكلام ما يتقبل الكلام يعني كان من الشعر إلى فريد معنى هذا يقرأ الشعر الجاهلي وهذا يقرأ العمر أبي ربيعة ويقرأ القيس بن البلوح ويقرأ النابغ الزوبياني ويقرأ الأذب الجاهلي ما شان يجي كل واحد يقول أربع كلمات يتوي لي أغنية هاي شنو أغنية مقطع كل خمس دقائق إذن أنت تؤكد بأنه الأغنية في تراجع مو تراجع نحطت نحط المستوى ماله ومو بس الإداء والمتلقي هم مدين فيها مش ديقول هذا خلاص يطرب على الموسيقى يعني كأنما العملية عملية الجاز وهذه الأغنية الريفية بدايتها أيضا كانت مباشرة إلى المدينة إلى بغداد إلى الريف برأيك كيف تطورت وكيف بداية تقبلها المجتمع البغدادي اللي متعود على أنه يسمع المقام وحتى ما أقدم من المقام المجتمع الريفي مشتمع لغوي كل المجتمع الريفي الريف العراقي миدداد حتى الريف المصري الريف المصري من تجي أغاني الأرياف المصرية اللي يغنوها تلقي إلى هس قائمة الريف العراقي ريف أساسً لغوي كلامه لغوي ابن المدينة يختلف عن ابن الريف ابن الريف يسمع الأبوذية ويسمع الجيري ويسمع الدارمي وهو أي كلمة يتخجر يقول لك فريد بير قد يكون يرفع من المستوى المقابل أو يحط من المستوى المقابل يعني قصدي أستاذ حمد أنه هل كان النص الأدبي في الأغنية الريثية بسيط جداً لو تشوفه متكامل قوي إلى هذا الوقت الكلمات الريفية اللي كانت ما تقدر هسه بهالوقت هذا الزمن اللي احنا عايشين به ما تقدر تعرض قيمة الكلام ماله مثلاً أستفرد أغنية بسيطة نعم سلم عليها بطرف عينه وحاجبة يا سلام وأدت تحية وزين يعرف واجبة يعني هذا كلام سلم عليها بطرف عينه وحاجبة وأدت تحية وهذا اللي كتبها أمي يعني يعطيك صورة كاملة يعني يعطيك صورة على شخص وديمور سلم بدون أن يفتهمك هاي كلمات مو كل واحد يقدر يقولها بزق بدر الجمال ودفق بضية بدر وتلولح وضطرت الفجرية التفت لي وقام يحشي وياي المدلل وصاح من النهد وخريدك واخجل ما تدري الورد عند اللمس يذبل يا سلام ويشط معجابك حتىك علي الناس متعجبة بيوسف وأوصافه وبجهل يظهروا رقبة الشفافة يوسف للترف لو عينه وشافه شاقال الحسن من هذا ردليه الله هذا فاتبعنا ما كل واحد يقدر يقوله ولا يقولوا ذولا ولا شعراء ذولا يقولوا حتى شعراء محترامين للأساتذة الكبار والأساتذة كل الشعراء لكن هذا المنطق إلى أسلوبه وين ألقى الراح مني وأنا لمضيع ذهب راحت السلم لدينا وراحوا إياها العنب طيب سيد حمد يعني قد يكون المتلقي يعني ممكن نلقي شاعر عند هذا الخيال وعند هذا الحس المرهف ولكن ممكن المتلقي ما يتقبل هذا الكلام المشكلة بالمتلقي أيضا يا سيدي ما لها علاقة المتلقي الكلام الجيد هو جيد والكلام اللي هو ركيك ومو مسبوك بلغة أدبية منتهي ولهذا السبب راحت الأغنية عندنا احنا هسه هذا تسمع الكلام تصويت عشي يعني الموسيقى تاخذها فتطول وعرض والكلام ما تدري معنى به كل معنى به يعني احنا كلمات شنا نسمعها من يعني لا شيء بالكيوب يعني أعراس والمناسبات يقول كلمات إذا هو من القاعدين من القاعدين إذا فد كلام قل يقول لها شنو هالباعة هذا بيت قاله قام لواحد قال لها عم لا تقرأ فشلت نت يعني عابي فد معنى كان المتلقي كان يفهم الكلام والمؤدي كان هو يطرب ما العلاقة بالآخرين هو أصلا يطرب نفسه أولا نفسه نفسه يطربه وبالتالي تكون نتيجة طبيعية ولهذا السبب تلقى كلهم مستجنابك كنت تشوف زهور حسين الله يرحمهم زهور سن يعني تجمد بمكانك يعني عفيفة اسكندر الله يرحمهم صديق الملاية يقولون لكل زمن رجاله دولة فهل ما يعجب حمد الهر بالضرورة يعجب من يعيش من الشباب اللي عمره قد كونوا 18-20 يعني بالضرورة بلي وأستاذ أكو شباب مثل جنابكم تدعرقون هذا إحنا مجتمع والمجتمع ما بساوي لا بقارة ولا بقارة وأكو ناس شباب هسة أنا اللي أشوف يعني اللي إحنا معاشرهم لا يزالون يتزوقون الكلمات القديمة والكريغ والشعر الطويل يعني جنابك ستتمتسمع أغنية طويلة أبدا أتحي يعني كل المجتمع يعني أنت ستج مثلا إحنا كان روحي الخماش الله يرحمه يعني هذا الأندلسية اللي كانت يطلعون يعني المعنى ما لرغم عزف العود وعزف كذا الناس كانت تطرب أما هذا مجتمع وهذا الجيل التهى بعد الحياة تعبتها خلتها منصهر ما يقدر يسبع شي حتى طيب الأغنية السبعينية إجت بعد تجارب الأغنية العراقية بعد أنه جدت الأغنية الريفية والمقام العراقي بدأ يطور ويأخذ ألوان أخرى كان هناك لون جديد أطلق عليه الأغنية السبعينية وتعرف أنت من روادها قد يكون سعدون جابر حسين نعمة فاضل عواد بالإضافة إلى ياس خضر هذا الأغنية السبعينيين لا يوجد شي جديد صحيح يعني ذن الذي أبدع به مثلا الشعراء الذي أده مثلا الأستاذ الكبير مضفر النواب الذي غنى البنفسج وما بنفسج وما من السعي تفتاح الله يرحم أعزاز وما أعزاز وهذه أحسين نعمة اللي غنالة جبار الغزي اللي مات مطرق أستاذ وشاعر تالي يموت يمشرف وحدال بالشارع يعني هذه الأغاني الشعراء اللي يجوا من قمة الأدب الرفيع يعني قمة الأدب الرفيع طيب شو مؤاخذاتك على الأغنية السبعينية تقول رغم هي تعتبر الآن أغنية راكزة إلى هالمكان إلى هالزمن اللي احنبي أي الأغنية السبعينية أما إذا تروح لها على العشرين نيات أصلا ما يسبعوها قليل الأغنية السبعينيات كانوا اللي يأدي اللي يأدي ذاك لهم ما قل التطوير يعني هذا الرقب الأغنية السبعينية أيضا غير مرغوب يعني لا مرغوب مرغوب بكلمات تقول ما يسمعوها بالثلاثينات وعشينات أبو الثلاثين ما يسمع هذه يسمع المقام يسمع عبد المير طوير جاوي مثلا جنابك يسمع عبد المير طوير جاوي يجيب الأبوذية على المقام هذا يعني حج يوسف كربلائي مثلا إلى هسا حتى جماعة الطرب بس هذا كان عدنا ذا الله يرحمه أبو عمر أبو أنغام الفن اللي كان من رصاف وبعد إن شاء الله هناك صديقنا هذا هذا الجامع كل ما موجود كان هو توفى مراحة حتى المكتبة مراحة ولكن تؤكد وتؤيد أن الأغنية السبعينية كانت رصين أدبيا قياسا بهذا الوقت إلى هذا الزمن إلى هذا الزمن نحن هذا الزمن بعد السبعينية كلام ما منهم الرواد الأغنية السبعينية اللي تشوفها مثلا يعتبر نموذج لطربا ولحنا وكتابة كناس أدبي هم ما أكلهم كتبة والكتابة مو لهم أولا الموسيقى مثلا كانت منوعة محمد جواد أموري الله يرحمه مثلا طال بقرغلي ومحسن فرحان يعني أسات هذول هذول يجوا أكاديميين هذا اللي يجع أكاديمي أخذها بالنوع أما ما للعشرين لا أكاديمي ولا دارس ولا بذن إذن موسيقية هذا من يجي بدون دراسة ويجي يبدع هذا الإبداع الإبداع أنت لما جنابك تجي تخليني يفرز مكان أدرس لفرز موضوع وهذه فطبعا نبدع من خلال دراساتي أما هذا بالعشرين وجوه العشرين وبالثمانمية هذا ما كان موسيقى ويجي تساجيل إله ستسمعها وتطرب عليها أنت تؤيد مسألة عصر السرعة فبالتالي لازم كل شي يكون سريع لو ضدها هذا هذا دمر هذا هو الدمر وكل شي دمر اللي دمر إضافة إلى الأغنية يعني ست جنابك شوفوا ساي فريدة أستاذ فريدة السك فريدة مقام العراق من تسمعها الأعظمي سيالأعظم من تسمعها يطرب يطرب إلى فريدة ليس فقط من هم بأعماركم الجميلة وليس بأعمارنا وإنما حتى من هم دون الأشرين وأنا شاهدت هذا عن قرب يعني أستاذ موسيقى إحنا حتى اللي يجيد الريف اللي يجيد للريف حتى على لهجة بغدادية يعني على مطورها على كذا تسمعها تطرب أما تجيب حشي لا حشي موزون لا الموسيقى موزونة لا الأداء حتى حركات حركات ما لواحد يعني يعني تيجي تحاين على فتح حركات المطلبين تيجي تحاين أنا أشوفهم مرات إما بالمسارح يقول شيكسبير على لسان هاملت في مسرحية هاملت يقول الموثلين اللي يسون مسرحية لعمة وأمه حتى يكشف الحقيقة لأنه كان أبوه مقتول من قبل عمه يقول الموثلين لا تقطعوا الهواء بأيديكم كالمنشارها كذا بل افعلوا ذلك برشاقة كذلك ينطبق الحال على الغناء وعلى الطرب كيف أنه أنت ما تكون بكامل رشاقتك وعناقتك بنفسك الصحيح بأسلوب الحوار كيف تحب الناس تطرب يعني أعتقد الغناء أصبح أنه تقطيع كثير نفس مو صحيح مجرد تلزيق كلمات فبالتالي يكون أشبه وأحد قسوة من المنشار هذا البيت اللي جنافت بس تفضلت على نص لشكس نعم هذا هو يونس قيصر نعم نفس المعاني الطيب بس هذا لا تحسبوا رقصيب الهواء طربا فالطير يرقص مذبوحا من العلم يا سلام إحنا ليش تلقى دون كل الدول العربية اللي إحنا جزء من هاي الأمة تلقى الأغنية العراقية حزينة ملاهية ليش تلقاه كلام لأن البلاد من آشو ومن نبوح النصار ومن العثور السالفة تلقى الألم بس عدة العراقيين ولهذا السبب تلقى أغنية حتى بالفرح أيام الفرح تلبث هذا يعني تلقى الأغنية يعني مو ديش اللي تطيق النكهة اللي ولكن الآن العكس صحيح بحي تسمع كلمات حزينة الحار راقصة ناص أدى بحزين مو وعدهم خبرة يعني تجنابك تسألهم منير بشير مثلا هذا بالعوض لو نصير شم أستاذ الكبير كاظم الساح شو رأيك بي والله كاظم أستاذ وعملاق لكن أملاق ما لهالوقت أما بالنسبة إلي تسألني أنا الرجل أسمع لا مو إليك نحن نقصد كمجتمع يعني هو غنى الفصحة وغنى الألوان المقام وأيضا الريف وكل الألوان على مجتمع اللي هو واقف بالأرض الواقف عليها انطهى حقه أما أكو آخرين أصلا ما يشعر يعني هل النص الأدبي الحربي والموجه هل ساعت في رقي النص الأدبي أم أساءله النص الحربي طبعا العرب عندهم بالهجاء بالحروب قادتهم من يطلعون الفخر والهجاء السيف وأصدقوا أنباءا من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب يعني العرب عندهم بأي شيء أي مكانات عندهم مكان المجح والهجاء أحبيبة قلبي قد أضر بي النوى من صدود كذاب فؤاد والتوى وما قيس مثلي في الصبابة قد حوى إذا متمات الحب واندرس الهوى هو الكلمات لحن هذا يعني لا تقول ولا أبدا أقول المكان في المجتمع أنت بس تقول هذا يعتبر هذا الناس تطرب إليه وهذه أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما عتبت يعني فات كلمات من كيف هي تخليك تطرب إليها أما أنت تجيب كلمات السويلة فتقصيدة طويلة عريضة ما أخذ لها شسمة فتقاموس وجاي باللغة ما ومخربط أوه اللغة اللغة لها قيمتها لها وزنها إحنا هسا أزيد الناس اللي ديجي يقول الكلام والشاعر الكلمات يصفط لتصويت تغيير حمص وكذا وراح وإجا حمص هناك مطرب لبناني اسمه مروان خوري استخدم بيت في الأغنية بيت شعري لعنترب ابن شداد العبسي البيت يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهندي تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمي شف أستاذ حمد أنه المفردات المستخدمة في هذا البيت الشعري اللي هو يعتبر أجمل ما قيل في الغزل أو واحد من الأبيات الجميلة التي قيلت في الغزل أنه مليان دماء وسيوف بيض الهند سيوف وتقطر من دمي وإلى آخر كل قتل وحرب ولكن جمال الصورة أعطاك بيت من الغزل جميل جدا فبالتالي غناها في هذا الوقت مروان خوري يعني تصلح الكلمات الأدبية الرصين القوية وإن كانت في العص الجاهلي حتى في زمان هذا من قراها يا سيدي جليل يا أستاذنا العزيز هذا من قراها في لبنان لبنان كل دماء أكو بلدان أصلا ما صحت من الدماء يعني مثل اليمن مثل أفغانستان مثل لبنان لكن الأغنية رومانسية جدا لا ما رومانسية هو بدل ما كان هاي يقول العنتار كان يقول الأغنية اللي فعلا مدحب لبي أحبك يا ظلوم وأنت مني كحب الروح في جسد الجباني وإن وضعتك مقام روحي خشيت عليك تقطر من دم لكن أعطاك صورة في الغزل الجميل هذا يعني الثغر يشبه بقطرة من السيف تحت الشمس أشعة الشمس صورة وقال يا أستاذ ناظم الغزالي قال كلمات لا ذول يقولوها ولا الجدد يقولوها ولا سبعينيات هم يقولوها رغم كل مصدقائي طيب كيف نطور النص الأدبي مجتمعنا المجتمع كل شي يتقبل الإنسان اللي هو مو على رقي فيه معنى وما عنده حب للآخرين وما يشعر بآلام الناس تلقى إنسان فضودي في كل الأشياء أستاذ حمد الهر أنا سعيد جدا بوجودك في فهرس في هذه الحلقة في المتنبي أستاذنا العزيز حقيقة يعني أمتعتنا بكلامك والمخزون الثقافي والأدبي اللي تبتلكه وكمية الأشعار الجميلة اللي توافقت مع كل المعطيات الموجودة من الغناء والمادة المطروحة شكرا جزيلا أنا مداني لكم ونشكركم ونشكر المدى وحضرتك والأستاذ المصورين والأخوان والمنتجين وأشكركم جزيلا وجزيلا شكرا أيضا مشاهدين نشكركم على حسن متابعتكم لفقرة فهرس من المتنبي شكرا جزيلا أحبة حلقتنا لهذا الأسبوع انتهت ملزقان يتجدد وإياكم الأسبوع المقبن إن شاء الله دمتم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة